السلام عليكم ورحمة الله يا رب تكونوا دايما بخير بصب بتقدم لك في الفيديو ده طريقة قعدة ضبط المصنع من الاعدادات للهاتف أوبو رينو 2F موديل CBH1989 اصدار الاندرويد 11 قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ياريت لو تبص بصة على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات او فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز لان كل يوم فيه جديد ندخل على طريقة الضبط من الاعدادات ومش بنستخدمها الا في حالة معرفتك للنمط او كلمة مرور الشاشة للجهاز لو مش عارف النمط او كلمة السر هتلاقي في وصف الفيديو طريقة الضبط من الريكوفري للأسف قعدة ضبط المصنع من الاعدادات هتحزف كل بياناتك الشخصية زي الصور والفيديو وغيرهم يفضل لو تنقلهم او تاخد الملفات اللي محتاجها الاول والضبط من الاعدادات مش بيوقف الجهاز على حساب جوجل نهائيا في اي جهاز سواء في اجهزة اوبو او في اي اجهزة تانية في البداية بندخل على الضبط او الاعدادات انزل تحت خالص ودخل على الاعدادات الاضافية نسخ احتياطي واعدة تعيين محو جميع البيانات محو كل البيانات محو كل البيانات الجهاز هيعمل اعدة تشغيل وفي الغالب هيفضل واقف على شعار جوبه لمدة 5 دقيقة تقريبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بعد عادة تشغيل الجهاز اختر اللوع اضغط على التالي حدد الدولة او المنطقة واضغط على التالي حدد مربع قراءة الشروط اعلى اضغط على التالي تجاوز كبول لاحقا لاحقا التالي 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 البدء تم عمل اعادة ضبط المصنع للجهاز من داخل الاعدادات بنجاح يارب الفيديو يكون عجبك ويكون قدر تقدم حاجة مفيدة اتمنى لك دوام الصحة والعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة